دعت الأمم المتحدة الفصائل المتحاربة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان إلى إخلاء المدارس التابعة لوكالة الأونروا بشكل فوري وقال استيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المجموعات المسلحة في المخيم احتلت كل المدارس التابعة للأونروا هناك بينما تستخدم المدارس في المناطق المحيطة بعين الحلوة لإيواء النازحين بالنسبة إلى الوضع في مخيم عين الحلوة للاجئين وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان كل مدارس الأونروا الثماني في المخيم سيطرت عليها المجموعات المسلحة وتسببت في تدمير وأضرار كبيرة فيها فيما مدارس أخرى خارج المخيم تستخدم حاليا لإيواء العائلات المهجرة أكثر من أحد عشر ألف طالب من اللاجئين في جنوب لبنان لن يتمكنوا من بدء العام الدراسي في الثاني من أكتوبر ووكلة الأونروا تعمل حاليا على إيجاد بدائل بحيث يتمكن الطلاب المخيم والمناطق المحيطة به من العودة إلى المدارس في أقرب وقت من بيروت تنضم إلي مراسلتنا جويس الحاجخوري صباح الخير جويس هذا التطور الأخير الذي يأتي من جانب الأمم المتحدة ما مدى الاستجابة من قبل المقاتلين للمطالبات دوجاريك بإخلاء المدارس هذا المطلب ظاهر ليس الأول أيضا وكالة غوث اللاجئين في لبنان كانت قد أصدرت سلسلة بيانات وسلسلة مطالبات بإخلاء هذا المدارس اليوم سيكون هناك اختبار لمدى جدية والتزام المسلحين تحديدا مسلحي الشباب المسلم هناك ثمانية مدارس للأنر وداخل المخيم محتلة إما من عناصر حركة فتح وإما من عناصر الشباب المسلم كان هناك انقسام داخل عناصر الشباب المسلم بين من يريد الإخلاء وبين من لا يريد الإخلاء ولكن تم التوصل من خلال الاتفاق الذي تم لوقف إطلاق النار والذي لا يزال ساري المفعول بعد أسابيع من أعلانه واليوم هناك خطوة ثالثة من هذا الاتفاق وهي الانسحاب الانسحاب يفترض أن يجري بالتزامن من قبل مسلحي حركة فتح ومن قبل مسلحي الشباب المسلم على أن تنتشر عناصر للقوة الأمنية المشتركة عندما داخل المدارس ولكن لن تدخل إلى داخل المدارس هذه المدارس بمعظمها زاهر متضررة من جراء إما القصف بالقذائف وإما من الرصاص الذي كان يتركز على هذه النقاط التي تعتبر نقاط تمركز المسلحين وبالتالي أيضا هذه المدارس في حال تم إخلاؤها اليوم ستحتاج إلى أسابيع لإعادة التأهيل كي تصبح جاهزة لاستقبال آلاف التلاميذ إن كان من الأطفال السوريين وإنما أيضا من الأطفال الفلسطينيين ومن الأطفال اللبنانيين الاختبار إذن اليوم بعد صلاة الجمعة إذا التزم الجميع بهذا البند اليوم وتمت عملية الانسحاب وتمركز عناصر القوة الأمنية المشتركة يفترض أن يؤدي ذلك في الأسبوع المقبل أيضا إلى عودة مئات النازحين العائلات التي خرجت من المخيم جراء الاشتباكات وبدءا من الأسبوع المقبل يمكن القول بأن الأمور ستعود إلى الهدوء التام بانتظار استكمال الخطوة الأخيرة وهي المفاوضات بشأن تسليم مطلقي النار على القيادة في حركة فتح أبو أشرف العرموشي ولكن هذه النقطة لا تزال حتى هذه الساعة من دون أي تقدم فعلي في إطار المشاورات والمفاوضات حولها زاهر شكرا جزيلا لك جويس الحاج هوري مراسلتنا من بيروت